يصادف اليوم الثامن عشر من ديسمبر اليوم العالمي للغات العربية وهو التاريخ الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في عام 1973 والذي أقر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية واللغات العملي في الأمم المتحدة وبهذه المناسبة احتضنت مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للغة العربية فعليات ثقافية للتأكيد على مساهمة لغة الضاد في الحضارة والثقافة الإنسانية اللغة العربية هي عنوان ثقافتنا ونبض حضارتنا وتفعيل الاحتفال بها اليوم هو أكبر دليل على أن نهضة وأصلة الثقافة تنبع من لغة الضاد لذلك فقد احتضنت مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للغة العربية فعالية ثقافية بهذه المناسبة اللغة العربية اللغة الأم واللغة الأساسية بالنسبة لنا كعرب وكمسلمين ونحن طبعا في مكتبة الكويت الوطنية نرحب بالجميع في هذه الفعالية التي تتضمن مجموعة من الأنشطة المحاضرات والحلقات النقاشية وأمسية الشعرية وأيضا هناك بعض الأنشطة الموجهة للأطفال أيضا لتشجيحهم للاهتمام باللغة العربية اليوم نرى التأثير الرقمي ومجموعة من المؤثرات الخارجية اليوم أضعفت اللغة العربية كلغة أساسية لدى أطفالنا نهدف إلى أن نصل إلى أكبر شريحة في المجتمع لنخبرهم أنكم تملكون لغة ثمينة الإنسان يحرص إن كان يملك قليلا من المال أو المجوهرات يحتفظ بها لكن لغتكم أضعوها فنريد أن يخرجوا هذا الكنز ويستخدموا ويتفاعلوا به اللغة العربية بتنوعها وتفردها وجب الحفاظ عليها من التحديات التي تهدد كياناء لغة في العالم بما تحمله من قيمة حضرية وثقافية تعاون مع مؤسسات المجتمع المدينة المختلفة وممكن هذا اليوم أكبر مثال تعاوننا مع المكتبة الكويت الوطنية وقدمنا مشكر على هذا التعاون فلازم تتضافر الجهود لأن مشكلة اللغة والهوية هي مشكلة قومية لا تستطيع مؤسسة لوحدها القيام بهذه المهمة لكننا اليوم سنسلط الضوء في الندوت اليوم على أبرز المشاكل والحلول التي ممكن نهض فيها أو نواجه التهديات التي تواجهنا في هذا الأصل أشرف اللغات وأعلاها صار لزاما علينا أن نهتم بها ونبذل كل الجهد لازدهارها ونشرها إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاضي إذن الاحتفال باللغة العربية هو فرصة لتسليط الضوء على جمالها والتذكير بأهميتها ديمة دحدال تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر